موسيقى ما تبقى الآن مع معاذ محارب موسيقى جولة جديدة ما تبقى وفيها الشبكة السورية تنتقد استمراراً النظام وروسيا بارتكاب جرائم الحرب تزامناً مع اجتماعات اللجنة الدستورية وخشية من وقوعه بيد إيران وروسيا فوقع تل أبيب تطالب موسكو بإعادة صاروخ مقلع داود استخدمته في سوريا ولم ينفجر ووثق انتهاكات النظام بعدسته ونال جوائز عالمية تحرير الشام تحتدي على المصور السوري عمر حاج قدور لتغطيته مظاهرات إدلب حياكم الله موسيقى موسيقى وثقت شبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية خلال الأسبوع الأول لجلساتها مشيرة تشير الشبكة إلى أن استمرار جرائم الحرب من قبل النظام وروسيا دليل إضافي على إهانة الدستور الذي يبحثوه الآن في جينيب وإهانة العالم كذلك هكذا تقول الشبكة وتقول أن أبرز الانتهاكات في الأسبوع الأول هو استمرار النظام والروس بقصف ريفي إدلب وحماء وكذلك استمرار الاعتقالات والتعذيب كذلك عدم الإفصاح عن المختفين قسرا اشتركوا في القناة موسيقى 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 تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استمرار انتهاكات النظام والروس هي دليل إضافي على إهانة الدستور وإهانة العالم عموما معنا عبر السكايب من الدوحة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ فضل عبدالغني أستاذ فضل مساء الخير مساء أنه شكرا على الاستضافة حياك الله وثقتم الانتهاكات خلال الأسبوع بالتزاون مع اجتماعات اللجنة المصغرة الآن في جينيب من خلال توثيقكم هل تبين معكم أن النظام تقصد تكثيف هذه الانتهاكات مع بدل الاجتماعات في جينيب أم لا هي ضمن السياق الانتهاكات الطبيعية معدلات النظام الطبيعية لا هو ضمن السياق العام وهذا دليل استهتار كامل ليش؟ لأنه ما لا يأبه أنه صار فيه مناقشة دستورية صار فيه جولات بجنيب هو شو يعني مفهوم المناقشة الدستورية؟ مفهوم مناقشة الدستورية هي مرحلة متقدمة وهذا الرسالة اللي حاولي لوصل التقرير يعني بعد ما بتنتهي المفاوضات وبيعدوا الطرفين بيوصلوا أنه خلال النصيغ وسيقة سوى هذا ما اللي صار اللي صار أنه الشغلة بلشت بالمقلوب يعني لا النزاع وقف في سوريا لا الهجمات ولا القصف ولا عمليات التعذيب ما وقف شي عمليا وبالتالي كيف بدون يكتبوا دستور؟ طيب بلشوا بالمقلوب المفروض يحترموا على الأقل ويكون فيه أنه ما يكون فيه جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية وأنه المبعوث الدولي على الأقل أنه هو يمارس دور بهذا الاتجاه هذا هو اللي عم يوسط التقرير اللي عم يقول أنه جرائم الحرب ما زالت ترتكب وبالتالي طبعا حتى الدستور السوري نفسه وهذا عدة رسائل متواصلة الدستور السوري بيمنع القتل خارج طه الخانون بيمنع أنه الحكومة أو النظام القائم اللي هو عم يحكم هاي البلد نفسه الدستور 2012 بيمنع عمليات القتل بيمنع التعزيب بيمنع الإخفاء القصري يعني ولهيك هو هذا الشيء اللي عم يرتكبه النظام هو انتهاك لهذا الدستور شو يعني يعني ما رح يحترم أي دستور قادم طيب سنتي عليها بذن نراقب هاي العملية طيب سنتي عليها هذي أستاذ فضل أرسلتم نسخة من هذه الاتهاكات إلى جير بيدرسون مثلا طبعا أرسلناها إلى مكتب المبعوث الدولي بس مكتب المبعوث الدولي وأيضا للدول أيضا المشاركة بهذا المسار يعني واللي هي عم تدعم هذا المسار هي مو بس يعني هو المسار انبسق عن مؤتمر سوتي وهي مرجعات الدستورية بس بعدين ما في ردود لحد الآن بس نحنا يعني تواصلنا وأرسلنا أنه هذا نحنا هي وجهة نظرنا نحنا يعني كمجتمع مدني مو بس أنه بيجيب منظمات ما بنعرف نحنا كيف تم اندقائها دول دول 50 شو المعايير فيهو الناس ما بيعطوا لا بحقوق إنسان فنحنا دورنا كمنظمات أنه نراقب هاي العملية اللي عم تجري سوف أتيك على هذه مسألة المجتمع المدني وهل راسلتموهم الآن مكتب يعني جير بيدرسون الأطراف الدول الكل راسلتموهم ولم يجيب أحد هل هذا الكلام صحيح؟ نعم لأنه أعتقد أنه ما رح يتم يكون فيه إيجابة بنفس اليوم ربما يكون فيه نقاشات بالأيام القادمة ونحنا رح نستمر بالتوازي مع هاي الاجتماعات نستمر نراقب شو عم يصير من ارتكابات ومن جرائم نحنا وهذا التقرير نحنا حصرنا بس بالأطراف المتفاوضة يعني ما سجلنا انتهاكات ما ورد بهذا الأسبوع انتهاكات للتحالف الدولي أو قصد أو قوات نبع السلام وما إلى ذلك فقط محصورة بالنظام وبقوات المعارضة وبالتالي هاي الفترة ما لاحظنا فيها انتهاكات من قبل قوات المعارضة ارتكبت عمليات قصف أو قتل أو يعني لمناطق النظام بهاي الفترة ربما بالفترات القادمة نسجل طيب أرسلتم نسخة إلى جماعة المجتمع المدني في جينيف نحن أصلا ما بنعرف يعني بالضبط المنظمات المشاركة وعناوين الاتصال إذا هي مشمولة بالقائمة عندنا هي بتشمل حوالي ستين ألف إيميل وبرية الكتروني أعتقد بعضهم موجود وبعضهم يعني في تواصل أيضا مسبق لكن أكيد مول جميع هنم موجودين بالقائمة بس يعني الرسالة وصلت بشكل أو بآخر بنتيجة تغطية وسائل الإعلام وصفحات التواصل لهذا الموضوع وأيضا نتيجة أنه هذا الموضوع نحن رح نحاول أنه نطبع التقرير وأنه نبعث منه بنسخ مطبوعة للمشاركين بالمسار الجنية في الحال هو قبل أن يعني أختم معك هذه مسألة المجتمع المدني تقول لا تعلم كيف تم اختيارهم هناك تحفظ يبدو من الشبكة السورية على هؤلاء يعني يعني نحن عنا شيء أكبر تحفظ أكبر من فقط هاي الجزئية هاي الجزئية يعني وهي إجت بسياق الحديث لكن رؤية الشبكة السورية لحق الإنسان أنه هذا المسار هو بخالف وبينتهك قرار 2-2-2-5-4 لأنه ونحن أول ما سلم المبعوث الأممي أبعتنا رسالة أنه المبعوث السابق ستيفان ديمستورا وأنا حدست معه يعني عدة مرات هو ألب العملية الدستورية لستيفان ديمستورا فطلبنا من المبعوث الجديد أنه يعني ألب العملية السياسية طلبنا أنه يرجع السياق يعني هيئة حكم وأنتم أشبتم في هذا الأمر في تقريركم يعني لمسألة أنه هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تكون سابقة على الدستور طبعا سابقة مرجعيتها وليس أنه تبدأ بعكسه وكمان الأهم أنه الأهم هو كيفية كتابة وتشكيل الدستور ربما يوازي المادة نفسها المخرج نفسه كيف تمت هذه العملية وكما أشرت النقطة الأهم أنه لازم أنه تقريبا أنه يكون النزاع انتهى والجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقفت وبيعدوا الطرفين وبيصيغوا اتفاق طب هذا هين انتهت والنظام عم يقصف مشافي والناس عم تموت تعذيب وعمليات الاعتقال مستمرة مثل ما عم يشير التقرير طائب بدأتوا على الأقل لازم تمارس ضغوط أممية وقبل مكتب المبعوث أنه هاي يتم إيقافها وخاصة من قبل الروس اللي هن يعني المعنيين بشكل أساسي ليش لأن هاي اللجنة الدستورية هن مرجعيتها هذا المسار اللي هن بالدنياء وهذا سوتي والطائرات الروسية عم تقصف فهذا عدة رسائل يعني بضمن هذا التقرير ونحن يعني نتعهد أنه نحن نستمر بمراقبة هذه الانتهاكات بالتوازي مع بالأيام اللي عم يكون فيها اللجنة الدستورية وأيضا رح نراقب المخرجات اللجنة الدستورية نفسها طيب أنتم مستمرون في المراقبة وإذا استمر النظام والروس بفعلهم يعني بالقصف بالانتهاكات بالتعذيب بالاعتقال هل تعتقد يعني أن المسار أصبح عبثيا بالجملة نحن نعتقد أنه المسار هو لن يؤدي إلى شيء لأنه لم نصل حتى نحن لم نصل إلى مرحلة مفاوضات هذا المسار هو ما قبل مفاوضات وحتى المفروض أنه قبل مفاوضات هناك ما يسمى بإجراءات حسن النية وهي أيضا غير موجودة مع نية يعني أنه يكون فيه إطلاق لسراح معتقلين يكون فيه كشف عن مصير المفقودين يكون أنه المشافع ما تنقصف ولا الأحياء المدنية وما يتم فيه يكون عمليات تشريط حتى يعني المجتمع السوري يعني أنه يلاحظ أنه فيه فرق وبالفعل وقفت عمليات الإجرام بحقه وبنتالي بينتبه شوي لأنه فيه مسار ماشي أما بالوضوع الحالي هذا المجتمع لا يكترس تماما ما فرق عليه شيء مثل ما ذكرنا قبل ما تبدأ اللجنة الدستورية ومسارها وبعد الجرائم مستمرة ولا تغير شيء ربما مثل ما أشرت حضرتك أنه يكون بالعكس في تصعيد قبل أن أختم معك سيد فضل عبدالغني هذا التقرير رسلتم منه نسخة إلى الوفد المعارضة هناك في جينيب أغلب الوفد المعارض هو موجود ضمن القائمة البريدية وبالتالي وصله نسخة باللغة العربية والنسخة الإنجليزية ونحن نتمنى أنه يكون في استفادة من هذا التقرير باعتبار أنه هذا ما تم تسجيل انتهاكات للمعارضة بهذه الفترة ربما التقارير القادمة لا نعلم يعني هناك ربما عمليات بصف على أحياء في حلب نتم التحقيق منها وبالتالي ربما يكون في استفادة من المعارضة أنه هذا خاصة بوجه الروس ووجه النظام ويتم استثماره أنه تتوقف هاي وأنا ما بعرف إذا هن طالبوا بهذا الشيء أصلا المفروض أنه يكون في مطالبة أنه نناقش الدستور أنه توقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بين نظام عماله يرتكب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني كنت معي عبر السكايب من الدوحة شكرا جزيلا لك قال موقع التايمز أوف إسرائيل قال أن روسيا وضعت يدها على صاروخ من منظومة الدفاع الجو الإسرائيلية المتطورة مقلع داود الذي سقط على الأراضي السورية في أول استخدام له في صيف 2018 في تموز من العام الماضي بتجربة صاروخين من هذا النوع وبفشل أحدهما وإصابة أحدهما يوم فشل التجربة أبدت إسرائيل خشيتها من حصول روسيا أو إيران على أسرار هذا الصاروخ وإنتاج ردع له يقوض قدراته التكنولوجية خائفة إسرائيل من تقويض قدرات مقلع داود التكنولوجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تصميمه منظومة مقلع داود الاعتراضية للتعامل مع الصواريخ القادمة من بعد يتراوح بين 40 كيلومتر و300 كيلومتر ما يجعل منها الطبقة الوسطى في مجموعة الدفاع الجوي المتطورة في إسرائيل تم تطوير منظومة مقلع داود التي أعلن عن جاهزيتها في 2017 في مشروع مشترك لمنظومة الدفاع الصاروخ الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخ التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية من المفرد أن تحل هذه مقلع داود محل صواريخ باتريوت في الترسانة الإسرائيلية وهذا الأمر حسب رواية الاحتلال ترجمة نانسي قنقر 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 مدن لاختحامها على خلفية رفض هذه المدن دفع زكاة الزيتون لها عمر حاج قدور مراسل ومصور ميداني سوري شهير شهير الرجل ابل مدينة بنش هب لتغطية تظاهرات الاهالي في المدن والبلدات فتعرض لاحتداء صريح ومباشر من قبل الهيئة في ريفيل نتابع القصة الاتية عن العداء المتصاعد من تحرير الشام للإعلاميين والمراسلين الميدانيين في شمال السوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يقول للمراقبون لوضع هيئة تحرير الشام في إدلب أن الهيئة نزعت وجه التقية عنها هذا الوجه الذي وضعته في عام 2013-2014 اتداء من 2014-2015 بدأت تكشف شيئاً فشيئاً حتى وصولاً إلى هذه اللحظة أيام الزمان الجميل للخليفة الفاتح وأحفاده في إدلب كانت الهيئة تتعامل مع الصحفيين باحترام شديد وهذا الأمر وقتها تمكنت الهيئة من خداع عدد كبير من الصحفيين من أجل تلميع صورة الخليفة الفاتح وتلميع ما يقوموا به وفعلاً وقع الكثير من الصحفيين السوريين والعرب وغيرهم وقعوا في مسألة إعطاء الهيئة ما ليس لها ونسب للهيئة ما ليس لها الآن وقد سقط القناع وعلى القناع كما يقول أهالي إدلب انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين هيئة تحرير الشام تمارس في إدلب ورياف حما ورياف حلب وتمارس ما يمارسه النظام بالضبط تضييقهم لا أريكم الخليفة أبو محمد الفاتح لا أريكم إلا ما أرى وأهديكم سبيلان رشاد يريد له أصلاً له مؤسسات إعلامية تنطق باسمه تطبل له تمجد من أفعال الهيئة وكذلك له مجموعة من المناصرين هم يعرفون بالذباب الإلكتروني تقريباً لكن لهم حظوة ومتابعون على تويتر تحديداً على التيلغرام كذلك على هذه المنصات هم ناشطون مناصرون للخليفة ولأفعال الخليفة ويقولون كلاماً ما أنزل الله به من سلطان ويمستعدون لتبرير أي واقعة مثلاً بالأمس مسألة الحرب على كفر تخاريم قال والله الهيئة لديها 150 ناشط وهي تريد 150 مطلوب وهؤلاء مطلوبون لعملتهم للنظام وكذا كذا كذا مبدأ الصاق التهم بهذه الطريقة والقصة هي زيت الزيتون هذه الوسائل الإعلامية التابعة لهيئة تحرير الشام تبرر بشكل صريح أحياناً وبالتلميح أحياناً تبرر قتل المصلحة تبرر قتل الشبهة تبرر سلب المصلحة وتبرر سلب الشبهة لم يبقى شيء لم تبرره وسائل الإعلام التابعة للخليفة أبو محمد الفاتح لذلك أي صوت أي صوت أي صوت أي صحفي في مناطق إدلب وأرياف إدلب يقول للخليفة لا هو يعني إما مطارد أو معتقل وربما تصل الأمور لدرجة القتل وسفك الدماء ياسر طراف ما زال عندهم عمر حاشق الدور احتدوا عليه وكثيرة هي الاعتداءات الآن السؤال هناك مجموعة من المنتمين للحقل الإعلامي والذين كان لهم باع كثير يعني في تسويق صورة الخليفة أمام انتهاكات هذه بحق زملائهم بحق زملائهم هل من كلمة أم هؤلاء زمل أمهم أبو محمد الفاتح بالأمس لأنصاره عن طريق مظهر الويس وعن طريق الأبو ماري القحطاني قال لهم أن أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر قاتل منعي الزكاة قتال الردة وهو يقاتل أهالي كفر تخاريم لمنعهم الزكاة قتال الردة هذه الفاتوى الوزائل الإعلامية التابعة على أبو محمد الجولاني تلمح إلى هذه الفكرة ولا تسميها بشكل صريح لكن المنسوبون للحقل الإعلامي ما موقفهم السؤال الآن الكرة في ملعابهم طيب هذه الاعتداءات على زملائهم الاعتداء على عمر حاج قدور ماذا لن ما هو موقفهم من هذا الاعتداء لكن الحقيقة أبو محمد الجولاني ما أبقى لأحد وجهن كي يدافع عنه انتهاكات بالجملة والرجل متحكم ويرى نفسه الحاكم الأوحد ويريد أن يقدم تنازلات لكل العالم حتى لا يقاتله أحد وهو يسيطر على كل شيء في إدلب ورياف إدلب هذا هو واقع الحال تها ما تبقى الأحد القادم بإذن الله تاسع مسام توقيت دمشق وما تبقى جديد كامل الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة